قد حرية الفكر، حرية الإعلام، حرية الرأي، حرية اللباس، هذه هي كلها تحت عنوان الحرية. هذا مقصد مقصد كبير لفورتنا، هذا مطلب أساسي طالب به شعبنا، واللي القرآن الكريم أشار له في آمنهم من خوف. مش الأمن، الأمان، والأمان تعني الطمأنينة، تعني السلام، تعني الحرية. الجراح الثاني الذي ترفره به الكرامة، الشعبنا هي الكرامة الحسية. أن لا يبقى مظلوم، أن لا يبقى جائع، أن لا يبقى محروم في تونس. وهذا خلد أيضاً القرآن الكريم، أطعامهم من جوع. وللنجب أن نقولها باللغة درجة الآن، الحرية والخبز، فعلاً. هذا شعار الكرامة، شعار فورتنا. الحرية في وجه الاستبذاد، والعدالة الاجتماعية في وجه الظلم الاجتماعي، والحيف والفساد. زوز أبعاد متلسقين، وجربنا وجرب العالم وكله جربت الشعوب اللاحرية بدون تنمية، ولا حرية بدون عذالة اجتماعية، والعكس صحيح. إذن هذا هو هدف ثورتنا، وهذا جاء البرنامج متاعنا اليوم، وللجسد الميزانية لتحقيق هذا المطلب لشعبنا مطلب ملح. ولكن السؤال مطروح، وين وصلنا الآن منذ تكريف هذه الحكومة؟ ما حققنا في هذا المطلب؟ مرت أربع شهر؟ أو مئة اليوم؟ ماذا تحقق؟ واش مش نعمل في الفطرة القادمة؟ أولاً، يجب أن نقرر أن الواقع الذي وجدناه، والذي نعرفه بكله، ويعرفه شعبنا، واقع الدمار الشامل، فعلاً. يصح هذا التعبير، يصح هذا التعبير في البعد السياسي، ويصح هذا التعبير في البعد الاجتماعي، استبداد، ديكتاتورية، وفي البعد الاجتماعي، مظالم شعبية، تفاوت الجهاد، فقر، بطالة، رشوة، فساد، وإهدار المال العام، الهدم كما هو معروف كان سهل، وهو سهل فعلاً، البناء بشيكون صعب، وهنا نتكلمه بصراحة، وبكل شفافية مع شعبنا، البناء هذا بشيكون صعب وطويل، فكعلاش؟ قصمنا الرؤية متاعنا العامة في البرنامج هذا إلى البرنامج العاجل أو المدة في العاجل، المدة على المدى المتوسط، ومدة على مدى طويلة، المدة القريبة أو ما هو عاجل، حددناها بألفين واثناش، المدة المتوسطة، وهي ضرورية بش ناخدوها أيضاً، لأنه تواصل الدولة موجود، والثورة متواصلة، والتخفيض ضروري، هذه المدة حددناها بآفاق ألفين وسبعتاش، ألفين واثمانتاش، يعني إن شاء الله وربي عوننا الكل، في المدة النيابية القادمة، لابد أيضاً من الاستشراف، كما قال السيد الرئيس منذ مدة، منذ حين، لابد من الاستشراف لكل بناء دولة، ولكل بناء مجتمع، لابد من الاستشراف البعيد، لابد أيضاً من الحلم نحلم مهم أيضاً، ونأمل هذه المدة البعيدة، نتمنى أن يكون في لها التخطيط طوى نقوم به، اللي بيجي بعدنا، وأيضاً لنولادنا، والنجم الحدوها إلى حدود ألفين وثلاثين، مهم جداً أن نرسم تونس الغد على هذا المدى أيضاً، في زوج مجالات، المجال السياسي، الإصلاح السياسي، والإصلاح اجتماعي، البناء معروف، ما فماشي بناء من طرف واحد، في منقوله اليد ما تصفقش بحدها، لا بد لعملية هذا البناء من تشاركية، من حوار، من وفاق، داخل شعبنا، داخل النخبة، لكل مكونات المجتمع، ونحن ندعو الجميع في هذه العملية، في عملية البناء، إلى فعلاً التعاون، رص الصفوف، لأنه بنا يهمنا بكلنا، يهمنا بلادنا، يهم تونس، نحن الآن في وقت نبني فيه بيت دار اسمه تونس، وفي هذا البناء هناك أساس، وهذا من الجانب السياسي، هذا البناء، نبذوه بالساس أي الدستور، وهذه مهمة مجلسكم الموقر، سوف نسعى ونتمنى بشكون دستور كل التونسيين، دستور يجمع، لا يفرق، دستور لنا والأبناءنا والأحفاظنا، دستور يقوم على قيم مجتمعية واحدة نرتضيها، وهذا شغل كبير، بدون ذلك، وبعض المظاهر بدأت تبرز مع الأسف، دون ذلك سوف يكون الخاصر، هي تونس، دون ذلك سوف يكون، سوف تميل الكفة لا قدر الله، إلى المجهول، إلى العنف، إلى الفرقة، إلى ما يعبر عنه الكسير السوسيال، وهذا، نتمنى أن لا يحدث لبلادنا، ولذلك، البرنامج، حدد في هذا المجال السياسي الآن، ولبناء الدولة الديمقراطية، التي تقوم على الحريات، أولاً، أولاً، حدد أهداف، أن تكون المدة، المدة نابية هذه محددة، ونتمنى في آخر جلسات المجلس متاعكم، هذا المجلس الموقر، أن يكون الإعلان، على تاريخ الانتخابات، التي تقترح الكومة، أن يكون، بين ربيع 2013، وصيف 2013، حتى نغلق هذا الملف، أو هذه الصفحة، ومعالش، فما يشكون يقول، حتى الوقتاش مش تقعدوا، صحيح، فما تجاوج للعام، ولكن، ليس الأهم، هو أن نجاوج شهر، ولا شهرين، ولكن المهم، أن تكون الإرادة السياسية واضحة، ونمشيوا للانتخابات، بعد من قروا الدستور، وعلى كل حال، هذا مربوط بأعمالكم، الحكومة على الاستعداد، إذا كملتوا في ثلاثة شهر، ولا ستة شهر مستعدة، أن تتخلى، لمن سيخلفها بعد انتخابات، إذن هذه قضية المجلس، مجلسكم مواقع، للوصول أيضا إلى انتخابات، لابد من إعداد، منها، وهنا أيضا، وقدامكم الخطوات، أو الإجراءات، لابد من هيئة مستقلة الانتخابات، وهنا، بكل وضوح، وكل شفافية، القضية أيضا عند المجلس التأسيسي، نحن نقدر، اللجنة السابقة الانتخابات، على مجهودها، على الصورة التي تمت بها الانتخابات، صورة جيدة، مشرفة، على التجربة التي اكتسبناها، ولكن، هذه الهيئة المستقلة، لابد أن ترجع إلى المجلس التأسيسي، للبت في محتواها وشكلها، وسوف تتقدم الحكومة كما لغيرها، باش تقترح عليكم مشاريع، في الأيام، إن شاء الله، في الأسبوع وسبعين قدم، كذلك، هيئة الإعلامية، الإعلام السمعي والبصري، نفس الشيء، تقديرنا واحترامنا لما تم، للقانون اللي نظمها، أو المرسوم اللي نظمها، ولكن، فم شرعية انتخابية، مش فقط شرعية واقعية كانت قبل، هذه أيضا، وكل هذه المؤسسات، لابد أن ترجع إلى المجلس التأسيسي، ما نشبش نطول عليكم الإجراءات موجودة، في البرنامج، وعلى الإكرار، هناك قانون، إذا أرضأيتم ذلك، قانون الأحزاب، وتمويل الأحزاب، البلديات، هل نذهب إلى انتخابات، أم تجديد البلديات في النيابات الخصوصية، ومع العلم أنتم تعرفوا كلكم والنواب، الزور في الجهات متاعكم، أن وضعية كثير من البلديات سيئة، من حيث التسير، من حيث الميزانية، من حيث دورها الآن في الجهات سيئة، كيف كيف؟ المزال جهوية، سوف يتم تعيينها، بالتوافق، بالحوار، بالنقاشات، هناك لجنة أيضاً للخبراء الاستشاريين، استشارية هذا أيضاً، هم المجلس في بقاءها، أو عدم بقاءها، في ملف الفساد، تم تفعيل الهيئة العليا للفساد، كيف كيف لجنة المصادرة، نفس الشيء، لجنة التصرف، ورنا أنه اللي جانذية مشتتة، موزعة، بحيث كان العمل امتاح غير الجاد، كنا نخسره في الوقت، خاصةً في تجميع أموال الشعب، اللي لداخل وللبرة، هكا علاش الآن تجمعت هذه اللي جان في اللجنة عليا، باش نسرعوا، باش نتكون أيضاً الشفافية، وباش نتكون العدل خاصةً في قضايا المصادرات، حيث قلصنا من نفوذ هذه اللجنة، ويستطيع الإنسان اللي صدرت أمواله أن يتظلم إلى القضاء، هذه بكلها، سيداتي سادة، الإجراءات العاجلة في المجال السياسي، قدمناها لكم في حزمة كاملة، نأمل أن تصل بنا هذه الإجراءات إلى تحقيق هدف كبير في الإصلاح السياسي، وهو الانتقال ببلادنا من طور إلى طور، نتمنى أن يكون بعد الانتخابات، قد زدنا لبنى أخرى في دولة القانون والمؤسسات، دولة ديمقراطية، نظام ديمقراطي قاعدته الحرية، على مستوى المتوسط، وفي السياسي أيضاً في الإصلاح السياسي، لابد أن نبدأ من الآن في طرح ملفات كبيرة، ما بعضنا بالحوار الوطني، من مثل العقد الاجتماعي، ربما أوسع من ذلك ميثاق أو وفاق مجتمعي، حول قضايا تموقعنا الاستراتيجي والدولي الإقليمي، بالذات، هذه قضايا مهمة، قضايا نحب نفتح فيها من الآن الحوار الوطني، باش نخطط للمرحلة القادمة، مرحلة ترسيخ هذا البناء، البناء الديمقراطي، هذا في المجال السياسي، المجال الاجتماعي الآن والاقتصادي، هنا الوضع ربما أخطر وأفدح، والدمار أكبر، كما قلت في الأول، تفاوض جهوي رهيب، بطالة مستشرية، فقر، اللي من قبل كنا نسمع بأرقام، والآن اكتشفنا واكتشف العالم معنا أن الرقم يصل حتى 24%، البطالة كنا نسمع بـ 11% و 12%، وربما أقل الآن الرقم يدور الجملة حول 19%، تفاوض جهوي مخل، فساد في جل القطاعات وجل الشركات والمؤسسات العمومية، أموال طائلة هُربت، نُهِبت في الداخل وهُربت إلى الخارج، كل هذه عوايق كبيرة، كل هذه الآن،